الحفاظ على توازن التباعية لداعمين يتصارعان على المصالح أشبه بالمشي على حبال السرك هذا التوصيف يجسد ما تمر به حكومة السوداني وهي تحاول أن تحافظ على ولاء متوازن لأمريكا وإيران في ظل التصعيد الأمني في العراق بعد أن شهدت الفترة الأخيرة هجمات على قواعد أمريكية شنت الميليشيات وكذلك الرد الأمريكي بقصف مواقع الميليشيات مع مفارقة واضحة في طريقة الهجمات ومستوى قوتها تقول وكالة أسوشيت بريس إن حكومة السوداني وجدت نفسها عاجزة عن إجراء عملية التوازن بين إرضاء واشنطن وطهران في ظل تضارب مصالحهما وحصول توتر أمني بين وكالاء إيران والقوات الأمريكية وترى الوكالة الأمريكية أن حكومة السوداني تقف موقف المتفرج مما يجري وتصدر بيانات إدانة عامة ضد أي تصعيد أمني من أي طرف كان فهي من جهات تسيطر عليها الأحزاب المدعومة من إيران وبنفس الوقت تعتمد على واشنطن في الدعم العسكري والإعفاء من العقوبات لشراء الغاز من إيران مركز تشاتام هاوس البحثي بدوره يرى أن حكومة السوداني تخشى من أي اضطراب أمني يزعزع استقرارها لذلك ليس أمامها إلا أن تطلب من الميليشيات عدم التصعيد ضد القواعد الأمريكية كما يرى مركز تشاتام هاوس أن إيران كذلك تحرص على أن تكون هجمات ميليشياتها أقل من المستوى الذي قد يثير رد فعل أمريكي كبير وهو ما تؤكده الوقائع حيث لم توقع هجمات الميليشيات المتكررة أي ضرن مادي أو بشري في القواعد الأمريكية حتى بعد أن أوقع القصف الأمريكي للميليشيات قتلى وجرح لم تقدم الميليشيات على جرح جندي أمريكي واحد مصالح تتقاطع وحلفاء يتخاصمون على الأراضي العراقية وفي النهاية المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر